موسيقى السلام عليكم بخوتي وشارككم لابنس بخير فيديو هذا شوية أخبار على نبي البنطالب وعلى رياض الحرز لأن واحد في التعليقات قال لي نبي البنطالب رسميا نراه كما قلون تقل إلى الليل رحت نحوص ما لقيش في الصفحة تعليل ولكن داني الفوضون حوص صحف الفرنسية لقي توسمها كما ركوا تشوفوا اللي هنا يا لي كيف تتكلم في الموضوع هذا ولكن مش رسميا ولكن ما انتقلش رسميا ولكن كما قلوه يقترب قالت ويعني راهم كما قلوه رام يتفاوضوا على القضية هادية حاجة مليحة ونتكلموا تانيك على رياض الحرز اللي لقي التاني كي كنت نحوص لقي التاني كلي كي بدرت على رياض الحرز وبعد ذا رحت بالطالب وما دعوت وليت قلت ما دم الكيبادية تكلمت على رياض الحرز كش مكان جديد دخلت حوص تلقيت واحد الصفحات حكي على فابريسي ورومانو تعطيت تفاصيل على رياض الحرز يعني يقل لك باللي بير ماردو سيلفا ورياض الحرز وموشي الساسيتي مستعدة تبيع رياض الحرز للأهلي والأهلي اللي راهم مصر على كل حال تقول لك ولكن بسو ما تتاعو يعني مرايش حابات تطلقو يعني حابين يشبه 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 على كل حال نجو أولا الموضوع بتاعنا نابيل بن طالب كما ركوا تشوفوا الهنايا تقول لك الصفحة نابيل بن طالب يقترب من الانضمام إلى لين الدولي الجزائري كان من أفضل لاعبي منظمة عنجي الموسم الماضي رغم الهبوط يمكن أن تصل رسوم النقل إلى 4.5 مليون أورو يقول لك هما يا راهم يقولوا ليكيب هادية ممكن وراه يتأكدوا وتقول لك يقترب يقترب يعني كما يقولوا راهم يتفاوضوا ويروح على كل حال وما يلعبش في الدرجة التانية اللي المستودته عالي جدا ملاعب وسط ميدان من أروع ما يكون والإضافة أنه يلعب مع أدم والناس ويلعب مع أزدكا يعني ملاحك يكونوا هكذا الجزائرين في فارق واحد حتى كي يجوا للمنتخاب الله يكونوا على كل حال صعيبة لو الناس اللي رأوا يتبليسة وين يكونوا تلت لعبين في فارق تلت لعبين في فارق في فارق وكي يجوا للمنتخب يجيبوا الإنسيجام هادا كنتمناوا أن الصفقة تعود تم هادية للنادي محترم وشفناه العملي فتيلعب كورة جميلة بكل صراحة يلعب خير من أنجي أنجي عندهم لا تكتحهم والو 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 كان عندهم غير وسط الميدان اللي مليح كان في عبدالي اللي جاء اللي جاء المنتخب الجزائري وعندنا نبي البطالب أبرساي يعني لا تكتحهم والو والو تلقوا عدة أهداف كثيرة بالشبك يعني بزار على كل حال نتمنى ولو يعني باش يبقى ما يعبدش للدرجة التانية باش يبقى كما قولوك في الدرجة الأولى الفرنسية وإن شاء الله يقدم باش إضافة للمنتخب الوطني تاعنا بو نجل الموضوع تعنا رياد محرز باش دخلت نحوس على رياد محرز يا أخوتي لقيتني كيف هادية تتكلم في الموضوع وش تقولك تقولك الأهلي يحاول استقطاب رياد محرز بالنسبة للمملكة العربية السعودية سينضر إلى قائد الجزائر على أنه هو الصيد إضافي كبير يعني يقال لك ما زرهم يتالبوا في رياد محرز وشفنا الجماهير كما قلوه في الأهلي كيف هاش راهي تحوص طالب يعني كما قلوه القادة على الأهلي رياد محرز في استطاة دائما نسحق رياد محرز وريد الجماهير قاع تناديم رياد محرز في الأهلي السعودي بو منزيدوا نأكدوا أنه هو رياد محرز اللي يرى ويقول لك أنه كيف يقول لك بل يريد محرز ما راهوش كا حايب يرحل السعودية ولا ممو بالعكس حايب يروحوا والسيتي إيكس راه أكدت وهنا يزيد كما قولوه واسمه فابريسيو رومانو يؤكد تاني كي يؤكد مش غير اهتمام بسع نفهموها قبل شوفوا خوتي نتكلموا في الموضوع رياد محرز راكوا تشوفوا اللي هنا يا بو هذي المحترفة هذي تسعين دقيقة تقول لك الدور السعودي للمحترفين يضغط بشدة للتعاقد مع رياد محرز هذي يا من قرأها لكمش كامل لأن عندي الاهم الاهم هي واسمها الاهم اللي راه عندي هذي يا الصفحة هذية تتكلم على اكسكلوزيف فابريسيو رومانو كما تشوفوه اكسبلين مانشيستر سيتي ترانسفير دوك نترجموها أخير قال لك حصريا فابريسيو رومانو يشرح موقف مانشيستر سيتي من انتقال تنائي عند الطلب واش يقول لك قدم فابريسيو رومانو تحديدا خاصا للوضع فيما يتعلق بتنائي خط الوسط المهاجم مانشيستر سيتي بيرناردو سيلبا ورياد محرز يقول لك ان سيتي حاريس على اوضح رومانو في عموده في الصفحة هذية اللي راهي تهدره لانا اوضح لهم قال لك وراهي ان السيتي واسمها ان السيتي حاريس على الاحتفاظ بسيلبا لذلك لن يكون من السهل التفاوض معه حتى لو كان اللاعب البرتغالي الدولي يجتذب اهتمام باريس سنجرما والاندية في المملكة السعودية العربية يعني واسمه بيرناردو سيلبا محبين تانيك يدو الاندية السعودية وباريس سنجرما تانيك رايحبات الده قال لك يوضيف خابير اخبار الانتقالات يعني على فابريسيون رومانو ان محرز لن يكون من السهل ايضا ان يبتعد عن الفائز بالتولاتية على الرغم من انه يبدو انه يمكن السماح لللاعب الجزائري الدولي بمغادرة ملعب الاتحاد بالسعر المناسب هنا راهو يقول لك السماح ريض الحرز يعني ريض الحرز لو طلب بشي يسمحولو يروح بشي يبيعوه للسعودية السماح يعني كي كل اللاعب مرهو شراضي النادي ما عندو ما يقعد كيما قولو يجري مر مونشي السرسيتي كي يروحوا ريض الحرز وان احد بين الدوك يقول لهم لا مرانيش حيبنا روح خلاص تقص كيما انضاريا نسمعوها زمان على ريض الحرز مادام السعودية مزرها هي تصر على مونشي السرسيتي مرهيش تصر على ريض الحرز لان قالوا تاهموا على كل شيء السوء ماشا يديه بقى غير تفاوض مع مونشي السرسيتي لعقد التعوه ما زال في عامين وهو ليه جدا العقد التعوه قال لك وأوضح هارو مانو لا يزال هذا الوضع بطيئا وليس شيئا وشيئا مثل اليوم او غدا مما قيل لي يعني وش قالوا له في مونشي السرسيتي يعني هفابريسي ورومانو يجيب اخبار من داخل مونشي السرسيتي ورخابير الانتقالات قال لك الاندية السعودية تدفع كل من بيرناردو سيلفا ورياض محرز لكن صدقني يعني يتكلم معاهم التفاوض مع مونشي السرسيتي ليس بالامر السهل على الاطلاق يعني رو يقول لك مونشي السرسيتي ليس لكي ما الاندية الاخرى ولا تربيع لها تحيطها ولا تقبل يعني مونشي السرسيتي بسعة الدقي وضحلة السيتي يصر على الاحتفاظ ببيرناردو يعني يراه حايب يشد بيرناردو واسمه رياض محرز ما يهمش بينما يريد باريس سن جرماء ان يكون بيرناردو هدفا رئيسيا ايضا بالنسبة لمحرز المدينة تطلب رسوما مهمة يعني المدينة مونشي السرسيتي تطلب اموال رهيسان خلا رياض محرز باش يروح بيرناردو سيلبا قال لك ما رمش حابينه قاع يروح رياض محرز بينما رياض محرز روح على الاروحة ليكيدي بومريكد ووراهم حابين تطلب اموال روصو مهمة يعني يعني انطالبين تيش تيبا صحيحة جاين سعودية حبيتو تدو حطا تيبا صحيحة تيبا صحيحة شحال رياض محرز سعر تاوف طلون سفار ماركت عشرين مليون هل مونشي السرسيتي رح تقبل بعشرين مليون تقدر تقول لهم بوم ما رانيش انا ما رانيش ما رانيش حيبا نديع دوك نكملوا التفاصيل هذية قال لك يا من المشجعو السيتي بالتأكيد ان يضل هادان اللاعباني بعد مساهماتهما في نجاح الفارق المذهل في سنوات الاخيرة بينما عانى النادي بالفعل من خسارة الكاي قندوقان في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف وهذا اللي كنت قادر تديره يا رياض محرز وما تجددش العقب تاعك وكان راكروح تباطل ودراهم اللي يمدهم المونشي السرسيتي يعطوهم لك اللي كنت حطهم في جيبك زيادة عن راتب اللي كانوا رح يعطوه لك أدارة أرسلنا الفارق بيبك واردولا بالقرب من السباق على اللاقاب يبدوا يحكوا على اللاقاب جينا الهناية رياض محرز على بيبك واردولا دوكا راهم طالبين فيه تيبا وهذا تيبا اللي يقول لكم يقدروا يقول لهم احنا ما راناش حبين البيع ونورمال رياض محرز سعودية راهي مصرة وراهي مصرة وجماهير تاع الاهلي راهي تضغط على النادي باش يجيب رياض محرز ورياض محرز تفاهم مع النادي على الرسوم وكلش وكلش بقال اتفاق برق من مانشيستر سيتي يسمقوا له باش يروح وكما قلوا الاهلي سعودي يطلب فيه تيبا مانشيستر سيتي تقدر تحكم الاهلي مادم ما راهو مصر وعندهم اموال طائلة ولهم يمدوا اموال خيالية للعيبين جاءتها فرصة ما تتعوج رياض محرز العامل يفات غير كما عندوه ست شور من اللي يجدد العقد التاعو كان العقد التاعول وانو ما راهو خلاص وراه وراه باطل ست شور هذيك اللي كان صبر رياض محرز هاو حبيرو ها ركو جدد باش يح حبيرو بوشيستر سيتي تقول لك فرصة على يعني استرنا ربي كما يقولوا جدد العقد التاعو ارواح اللي هنا يا سعوديات الاهلي يقولوا واش يقولوا لهم نحنا نحتاجوا هذي اللاعب ما عندناش وما كانش في السوق ده ماننا مراناش حابين بيعو السعوديات واللي تقول يا ليهم مش هي عشرين السوق السوق السومة التسويقية كما قلوتها عشرين مليون صعب هذا لا يعني انه يتبع كيلعبين سومة تسويقية طول يقدر يتبع عقل ويقدر يتبع بالتريبل على حساب الطالب هذا وعلى حساب الطالب اللاعب تكون سومة تسويقية تاعو كي يجي نادي واحد اخر يحطى هذه السومة تسويقية كي ما يكونوا اش اندية ويكون نادي ضعيف ونادي متوسط يقدر يتفاهم قل إذا كان 20 يديه 10 بـ 15 بـ 15 إذا كانت 4 أو 5 أندية ودخلوا أندية لأموال كبيرة وحبها تدي الأعب فالنادي اللي راهه شايد هذه 20 مليون لا تساوي شيء تبدأ الزيادات والزيادات والزيادات اللاعب اللي يكون يديه 20 مليون في الطلانسفير ماركت يقدر يلحق 40 أو 50 مليون على حساب الأندية اللي راه يتطب فيه شفنا لعيبين في الطلانسفير ماركت السومة تحتهم 50 مليون تباعوا بـ 80 أو 90 مليون هذي باش نوضحها فموشي السرسيتي تستغل هذا الوضع وتستغل كما قولوا حفاوة السعودية باللي راه يحب جيب رياض محرز تقول لهم ما رانيش حيبا باع باش كما قولوا السعودية تطلب فيه 40 مليون أو على الأقل 60 مليون 60 مليون هناش كل مستفيد المستفيد أنه رياض محرز سومة تاعلو كان كان باطل كان يديه شهرية أكتر صح المستفيد المستفيد موشي السرسيتي موشي السرسيتي شرعته بـ 60 مليون جنيه يسرليني تقريب 70 مليون أوضرب عندها خمس سنين ولا ست سنين كل خمس سنين ضرب عندها خمس سنين جابته في عمره صغير بوم شي صغير 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 ولكن صغير كان في عمره سبعة وشرين سنة نهار ما راح دقاه في عمره تنين وثلاثين سنة ضربت به خمس سنين خرطت به خمس سنين وباكيت بيعه وتعود ترجع دراهمه راكم شايفين وهو كان قادر يروح باطل المشكل لانا قلت لكم المشكل في رياض الحرز دقاه راوحايب يروح يدوه ما راهوش بيدوه الأمر ما راهوش بيدوه راهو الأمر بيدمون شي السرسيتي تتحكم كي ما تحب تحب تبيع تبيع من حقها ومن حقها تحب ما تبيع شما تبيع ومن حقها لأن مناجر تعريض الحرز تدد العقبة تتاعه وعندها ستو ودقاه راوحايب يبدلو ايكي تكلي فهاما عطيني فهامتك يا المعناجات تقري يا بن حرز هدا وش أنا قدر نقول لكم خوتيك شما يبان جديد ما نبخلش على خوتيك ما نطعوش عليكم نقول لكم ليلى سعيدات صبحوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام